هلا والله بالشباب وحياكم الله في فيديو جديد ملعبة مواتر الموارشب مفاجئة كبيرة للأمانة بكل المقاييس انه الشركة تنزل حدث الذهب من جديد و لمدة خمسة او ستة ايام تقريبا نعرف انه الذكرى السنوية يوم 13 خمسة يا شباب وهذا اليوم هو مفروض يكون بهدايا وجواز وغيرها من الامور لكن الشركة فاجأتنا بالحدث مع الذهب اللي من المعروف انه ينزل كل يوم واحد من بداية السنة كل يوم واحد من بداية السنة ينزل فهنا يا شباب الشركة قالت رح ننزل قبل عيد الذكرى السنوية الثالثة حدث الذهب مرة ثانية لكن مشاركة جدا مهمة يا شباب وخل فاسركم حدث الذهب للي ناس جدد باللعب وما يعرفوه حدث الذهب اللي هو التخفيض الكامل بنسبة خمسين بالمية بنسبة خمسين بالمية لكل قطع الذهب باللعبة من سفن من حاملات طائرات من غواصات يا شباب عدل متجر اللي هو صواريخ والسلحة يعني مدمرات ان كان طرادات ان كان بارجات ان كان حاملات طائرات غواصات كلها صار سعرها اقل بالنسبة خمسين بالمية على سبيل المثال هنانا البروجيكت سعرها خمس وعشرين الف رح تقدر تشتريها بشقد باثنائش الف وخمسمائة جولد طبعا هنا أنا مثلا شوفوا سيكاتب لك ديسكاونت خمسين بالمية هاي بتيرتو سعرها الفين وخمسمية الآن الف ومية عفوا الفين ومائتين وخمسين الآن الف ومية وخمس وعشرين سعرها الف ومية وخمس وعشرين هيتش رح يكون التخفيضات مالتها طبعا بدأ من اليوم يوم الثمانية بالشهر وينتهي ومن ثلاثة عشر انت عندك ستة يام تقريبا اذا مجمع ذهب وتتشتري شي فعندك باكج رح تشتري لازم ركز ويا زين وخل انصحك بشغلات تشفيدك اذا كنت ممكن من الباكج من السفن من الذهب اول شي يا شباب تعالوا ايايا انت ذاتري طرات ثقيل حلو فالفيالك رح يكون سعره حاليا خمسة الاف وخمسمية غولد بدأ لدعش الف رح يكون خمسة الاف وخمسمية غولد ركزه زين يعني نص السعر هدا قلت والله انا مجمع عجيب الماسا الماسا يا شباب هاي قدامكم سعرها ثلاثين الف غولد قلت والله انا مجمع عجيبها حاليا خمسة عشر الف غولد حاليا خمسة عشر الف غولد الى يوم تلتعش بالشهر يعني بنص قيمتها صارت الماسا يا شباب انتش تحتاج باسطولك تحتاج طراد تحتاج بارجة وتحتاج مدمرة وتحتاج حاملة طائرات وغواصة بالذهب رح نحكيهن انا كنصيحة لكم اخذوا الفيالكي اخذوا الفيالكي بخمستالاف وخمسمية رقم واحد رقم اثنين جيب الميسوري كبارجة الميسوري رح تصير سعرها جيد هي ستعاش الف التخفيض خمسين بالمية ثمانتالاف غولد اذن الفيالكي مع الميسوري هاي سرع دقوط عتين كمدمرة بدون ادنى شك يا شباب جيب البروجيكت سعرها اثنى عش الف وخمسمية اثنى عش الف وخمسمية بعد التعديلات صارت جدا رايعة اثنى عش الف وخمسمية يا شباب اذا صار عندك البروجيكت صار عندك الفيالكي وصار عندك الميسوري نجي على الغواصة للأمانة ماكو غواصة بالذهب الا الغواصة الصينية سي ان مية فاذا حبيت تاخذها هاي النفاخة العملاقة فاخذها ما حبيت لا تشتريها سعرها 18 الف غولد حاليا سعرها 9000 غولد الى يوم 13 اما الحاملات فعدك حاملتين بالذهب اللي هي سين تايب 004 يا صديقي الصينية وعندك زوي كاكو اليابانية فاخذ زوي كاكو اليابانية يا صديقي سعرها 20 الف غولد راح تكون 10 الف غولد زين انت تقول الان ليث انا ما عندك الهال الامكانيات انه اجيب الاولوية كلش شنو انت تفضيلك باللعب حاملات طارات لو سفن لو غواصات اهنا راح اجي افسر لك اذا كان غواصات فبي يعني بدون ادناشك راح تاخذ سين تايب 100 بس تحسب حساب سين تايب 100 لو نرجع لها الشباب مشكلة بيها مشكلة شبيرة انه هي عبارة عن منظومة صاروخية اوكي منظومة صاروخية تسع صواريخ باطلاقة واحدة بأربعة بثلاث صواريخ وأربعة مختلفة متنوعة وطوربيديا لكن لا بها مناورة ولا بها سرعة عالية وهي هدف سهل ان انا راح تكون للطوربيدات اللي تجيك لكن كمنظومة صاروخية وكبدا هي مرعبة جدا فاذا كنت تفضل غواصات ما عندك غير هذا الخيار اذا ردت تأخذه في حال كنت تفضل غواصات اما الحاملات اذا كنت تقول غولد ما عندي هواياني واريد اختار قطعة بس حانيا فأكيد راح تاخذ الازوي كاكو وشرح كامل ليش زوي كاكو افضل من سين تايب بالقناة موجود قدون تراجعوا هذا الامور حتى ما تطول الفيديو اما اذا كنت تريد تحب السفن فالسفن مقسمة الى مدمرات وفرقاطات وبارجات وطرادات ما عندنا فرقاطة بالذهب فعندنا بس حاليا متاحة لكم مدمرات وبارجات وطرادات البارجات ليش نحن نفضل الميسوري على ياماتو الميسوري بها صواريخ و بها مدافع و بها دفاعات جوية ياماتو بها بس مدافع و دفاعات جوية ياماتو كل شي بها مغلق حلو؟ و ابطأ و مناور اقل من الميسوري ميسوري بها اربع صواريخ او ثلاث صواريخ عفوا و متغيرة مع اربع دفاعات متغيرة هنا عندك امكانية اللعب بالاولاين افضل بكثير من الياماتو الياماتو بالاولاين وضعها صعب جدا بسبب منظومتها التسليحية اما الميسوري فهنا افضل فتفضل الميسوري و يكون سعر ثمانتالاف غولد رح تيجي تطرادات رح تقول لي ماسا ليث هي بارجة انا بعدنا نقول عليها طرات او فيالكي انا نجي قارن من الماسا والفيالكي بشكل بسيط يا شباب انت فكر لي بشيء واحد نعم حتى الفيالكي حاليا صارت اسرع من الماسا بعد التعديل حلو؟ اسرع من الماسا بعد التعديل بس فكر لي بشيء انه ميزة الماسا الاساسي هي مدفوعها و راجمتها راجمتها عدله قابل انت ضرب الغواصات كالسعر ونسبة وتناسبة هنا الفيالكي افضل ثلاث صواريخ مدفعين راجمة مغلقة طوربيديين مروحية ثلاث مدافع اوتو و ست دفاعات جوية هنا الفيالكي ثلاث صواريخ مدفعة ثلاث راجمات ثلاث طوربيدات بس دفاعات بدون مدافع اوتو يعني هناك كثافة الهجوم اكثر بكثير اكثر بكثير من الماسا والسعر ارخص يعني تاخذ 15 الف او تاخذ 5500 فهنا هتوفر لك فلوس يا صديقي وتاخذ الفيالك وتاخذها قطعة اخرى والمدمرة اكيد احنا مثل ما قلنا البروجكت يا صديقي لا تفكر بغيرها البروجكت رح تاخذها هاي المدمرة اذن يا حبايب قلبي و يا اخوتي العزاء من الثماني هذا اليوم الى 13 عندك فرصة انه تجيب اي قطعة من السفن موجودة او القطعة البحرية كأسطول بالذهب بنسبة 500 تخفيض عندك ذهب استغل للفرصة رح تقول لي انا اريد اشحن اكو هذا عرض موجود حاليا ب 30 دولار 20 الف جولد ب 30 دولار 20 الف جولد بقى يمك كذا كنت تحب تشحن هذا بقى يمك الامر اوكي اصدقائي ان شاء الله كم اضحت الفكرة و هاي خطوة من الشركة جيدة مفوض بس كان ينطونا على اقل تقدير احنا كنصلنا محتوى او شي انه تنبيحة تنبه العالم خطيئة اللي صرفت جولد او شي وما يدرون احنا تفاجئنا مثل ما انتم تفاجئته حاليا يوم وفي امان الله اشتركوا في القناة